اهلا بكم من جديد قالت قيادة ما يسمى بالعمليات المشتركة في العراق والمدعومة من ميليشيا الحجد الشعبي قالت انها تمكنت من اقتحام مركز مدينة الصقلاوية شمال غربي الفلوجة من جهة يأكد زعيم ائتلاف متحدون نسام النجيف في وجود حالات خطف واعدام جماعي تشهدها العملية العسكرية في الفلوجة محمل الرئيس حكومة بغداد حيدر العباد المسئولية الكاملة عما حدث ويحدث نتابع ها هي معركة الفلوجة تقترب من نهاية اسبوعها الثاني دون ان تتمكن القوات الحكومية المدعومة بميليشيا الحجد الشعبي على الارض وطائرة التحالف الدولي جوا من السيطرة على المدينة من تنظيم الدولة رغم القصف بمختلف انواع الاسلحة عليها مصادر عسكرية فيما يسمى بقيادة العمليات المشتركة في العراق تقول انها تمكنت من اقتحام مركز السقلاوية شمال غربي الفلوجة من جهة الطريق السريع بمساندة جوية من طيران التحالف الذي سهل عملية الاقتحام لكن الاحداث الميدانية تشير الى ان القوات المهاجمة جوبهت بمقاومة شريسة من عناصر تنظيم الدولة التي اندلعت عقب مقتل العشرات من القوات الحكومية وميليشيات الحجد الشعبي بعد تنفيذ التنظيم ثلاثة تفجيرات انتحارية في منطقة الازرقية الشمال الفلوجة بحسب اعتراف مصادر عسكرية عراقية وكالة اعماق التابعة لتنظيم الدولة قالت ان عناصر التنظيم تمكنوا من تدمير عربات تابعة للقوات الحكومية اضف الى ذلك سقوط قتلى في صفوف القوات العراقية جراء تفجير عربة مفخخة استهدفت تجمعا لها في محاطة الكهرباء بمحيط عيمية جنوب شرقي الفلوجة ومع كل صفحة في صفحات معركة الفلوجة تتكشف فصول القصص المرعبة لمعاناة سكان المدينة الذين تتحدث السلطات الحكومية باعلى صوتها عن حمايتهم وتوفير ممرات آمنة لخروجهم ممرات لم تستطع عائلة الفلوجة النازحة من الوصول اليها او حتى معرفة طريقها فما كان امامهم الا نهر الفرات الذي عبره البعض بالقوارب الصغيرة والبعض الاخر عن طريق السباحة باتجاه ما يظنون انه مكان آمن تتحدث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن وصول اكثر من 240 عائلة نزحت من الفلوجة ووصلت الى مخيمات في عمرية الفلوجة جنوب المدينة كما اكدت مصادر في وزارة الهجرة بحكومة بغداد وصول اكثر من 800 عائلة نازحة من قضاء الفلوجة الى الحبانية جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها على ايدي عناصر الميليشيات الايرانية في العراق خصوصا في ظل توالي الصور التي تكشف حجم الانتهاكات والتعذيب بحق ابناء الفلوجة النازحين فاين اولئك المدنيون من هؤلاء الذين قالوا انهم جاءوا لانقاذهم مناقش هذا الملف مع ضيوفي من عمان اسماعيل الجنوبية الكاتب والمحلل السياسي مساء الخير استاذ اسماعيل واهلا بك سيد كريم النوري المتحدث باسم الحجد الشعبي ضيفي من بغداد ومعك ابدأ استاذ كريم النوري ارجو ان تطلعنا على اخر اسبوعين على معركة الفلوجة ما الذي حدث هناك ما هو التقدم الذي تقدمتم به فضل نعم تحية لك ولمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم عمليات كسر الارهاب حققت اهدافها بنجاح وحررت القرمة والصقلاوية وعزرت الصقلاوية عن الفلوجة من خلال الدخول عن المحور الشمالي الذي بدأ من السريع يعني من الدول الى السريع داخل الفلوجة باتجاه المحامدة والمختار هذه القرى التي تمتدلها النهر نهر الفرات وبالتالي استطعنا الحمد لله تحقيق الانجاز باسرع ما يمكن كما ان المحور الجنوبي الذي يخلو من المواطنين بدأ مكافة الارهاب من خلال السيطرة وتحرير النعامية ومحاصرة حي جبيل وحي الشهداء الان بدأ الحد التنازلي بتضييق الخناق على الدواعش وفي نفس الوقت نحاول ان شاء الله كما حاولنا سابقا فتح منافذ آمنة للمواطنين وانقاذهم من شر الحرب ومن شر الدواعش الحمد لله العملية تجري بسياقات جيدة ونحن بانتظار مرحلة الحسم ربما سنقف عند مشارف التضييق وتطويق الفلوجة حتى نفسح المجال لغيرنا بعملية الاقتحام قريبا ان شاء الله من هم غيركم؟ لدينا مكافة الارهاب الرد السريع الشرطة الاتحادية كل التشكيلات التي متواجدة لكن نبقى نساندها واذا حصل اي خرق او ثغرة فنستطيع سدها ان شاء الله ومساعدة القوات المقتحمة عملية ربما تكون معقدة لانك تفكر بانقاذ المواطن من جهة والقضاء على الدواعش الذين اغلقت عليهم جميع المنافذ حتى جزيرة الخالدية التي كانت الملفذ الوحيد لهم تم غلقها والان هم اصبحوا في قبلة وحصار واضح من كل الجهات طيب يعني استاذ اسماعيل بناء على هذا الحديث يعني شغلة ايام وخلص الحجد الشعبي يسيطر على الفلوجة علما ان حيدر العبادي ارجع المعركة يعني الاستاذ كريم يتحدث عن الانتصارات اللي حققوها قراءتك تفضل نعم نعم تحية لك ولمشاهدين قناة اورينت ولضيفك السادة كريم النوري الحقيقة اللي يجب ان يعلمها الجميع وبما فيهم ضيفك الكريم نحن كعراقيين كلنا مع المؤسسة العسكرية بكل مسمياتها بكل مفاصلها بكل جهدها بالدماء التي اريقت من خلال هذه المؤسسة العسكرية حتى يبقى العراق مصانا حتى يبقى العراق قوة واحدة حتى يبقى نسيج العراق متماسك ولكن انا اتساءل من خلال شاشتكم تفضل الخرق اللي ليصير اليوم على المدنيين انا اقول لاستاذ كريم من يتحمله سيد الكريم هذه الروح الانسانية هذه الدماء الزكية التي تراق على دم الفلوجة من مقاتلي الحجد الشعبي ومن مقاتلي المؤسسة العسكرية ومن المدنيين العزل انا اقول من يقتل المدنيين العزل هل يقتلهم داعش الارهابي ام القصف الذي يستخدم بطريقة ممنهجة ويعلم السيد النوري الذي انا اكن له كل الاحترام ولمواقفه دائما هو شجاع في الطرح ولكن مصير الامنين مصير الناس الذين هم اليوم محتجزون من قبل داعش ومن قبل الميليشيات المنفلتة التي تتعامل بنفس الوحشية التي يتعامل بها تنظيم داعش استاذ كريم يريد تجاوبه السؤال الموجهي لك تفضل نعم هذه المخاوف من حق الضيف الكريم ان يبدو مخاوفه ويمخاوف مشروع على ان المواطنين الان يتمركزون حقيقة في جهة المخور الشمالي وليس في الجنوبي لذلك الان نحن نؤكد التداخل بين حصار الدواعش على هؤلاء وهم حقيقة اسرى ومخطوفين بيد الدواعش علينا مسؤولية اخلاقية ودينية ووطنية بان نفكر بانقاذهم انا اضم صوتي له ولذلك انا قلت بالبداية عملية حذرة عملية حذرة وصعبة لذلك علينا ان نحاول عزل المواطنين عن الدواعش طيب اتسألك سؤال واحد استاذ كريم طيب يعني تنظيم الدولة اتفضل اتفضل استاذ اسماعيل اتفضل استاذ كريم انا اريد اجابة من خلال حضرتك انت تعلم ان العراقيين ليسوا بحاجة الى عام الخارجي يجيوا ودافع عن العراق العراق مليء بالرجال الافذاذ مليء بالباسقات الشامخات ما سبب وجود الميليشيات او خلنقول الضباط والمراتب الايرانية وبما فيهم قاسم سليماني يدنس ارض فلوجة يدنس ارض العراق بكافة اطيافه بكافة جغرافيته ماذا يعمل اسمه جنرال قاسم سليماني ومسجده يقول نحن جئنا من اجل ان 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 تكون الفلوجة هي مركزة لتشيع لتشيع انا شيعي في السنة وسني في الشيعة ماذا يريد مني مسجدي حتى يتحدث باللغة الغاب ويقول انا هنا من اجل لست هنا من اجل انقاذ ابناء الفلوجة وانما من اجل ان اشيع المناطق كيف تسمحون له سيد الكريم انتم رجال والعراق مليء مليء نحن ركعنا ايران ثمان سنوات ما جدوى وجود قاسم سليماني وجنرالات ايران اخرى يتواجدون في الفلوجة والمناطق اخرى هل خل العراق من الرجال فضل استاذ كريم يعني دوري الان فقط انقر الحديث فضل نعم اولا انا اتكلم باتجاهين اولا النصر الذي تحقق الان على الارض سواء من الحج الشعب او القوات الامنية هو نصر العراقي بامتياز لذلك لا يمكن التقليل من شأن العراقيين حتى حقيقة نهدي هذا النصر للاراني وغيرهم نعم اذا كان هناك مستشار بعض المستشارين هو تنسيق بين الحكومة العراقية والارانية كما كان هناك مستشارون امريكيون اضعاف من المستشارين الايراني تسمح لي استاذ كريم سؤال فقط هذا السؤال شرعي ووارد هناك من يقول ماذا لو كان هناك مستشار من السعودية دولة عربية اقل تقدير هل ستقبلون ان يكون هناك مستشارا سعوديا في ارض العراق هذا سؤال تفضل جاوبنا عليه والله والله نرحب باي مستشار بالتنسيق مع الحكومة بشرط ان يأتي معنا للدفاع عننا بالصراحة اقول لك لو حصل حريق وجاء حدهم ليطفئ الحريق هل تسأل عن جنسيته والله لو جاءنا مصري او سودان او سعودي نرحب ونجعله في عيوننا ولكن مع الاسف الاخوة العرب ما سال يتوجسون من قضية القضاء على داعش بدليل اليوم تصريحات تصريحات السفير السعودي في بغداد هي تصريحات لا مسؤولة خارج عن اللياقات الدبلماسية ويتدخل ماذا لو كان السفير العراقي في الرياض يتدخل في شؤون منطقة الشرقية ويقول عليكم ان لا تعتقلوا استاذ كريم هو ما بتدخل هو دولة عربية بالمقابل الآن تقول احنا منرحب طيب هو رجل اعتقراره على كل حال يا استاذ اسماعيل طيب ماشي استاذ اسماعيل طيب ماشي استاذ اسماعيل استاذ كريم بس اسمحلي استاذ اسماعيل بدي اسألك انا السؤال هذا اسمحلي يا نحن ليش منظن نتحدث بلغة دبلوماسية وحالتنا حالة وعلى موضوع الحجد الشعبي وما حجد شعبي وما الى ذلك ولا حدا ما اعترف اصلا انه في قوة عراقية الاستاذ كريم الناطق باسم الحجد الشعبي عالم العراق مش لابسه شايل شعار الحجد الشعبي بالمقابل الصور على المدفعيات اللي بتحاصر الفلوجة عليها صور نمر النمر واحد سعودي شو دخله بالعراق ما بعرف علي اساس احنا منظن نغض الطرف عن هذه عن هذه الانتهاكات بحق اهل السنة هناك بقول لك ممرات امنة اي ممرات امنة والناس بتروح على الفرات تفضل يعني هذا السؤال المفروض ينطرح على سيد نوري المتحدث باسم الحجد الشعبي اللي هم يعني ابناء ابناء العراق ولكن ان يقول سيد نوري انه انه احنا مؤسسة خارج عن اطار المؤسسة العسكرية هنا تأتي المخاوف والخشية من الطرف الاخر نحن لسنا بحاجة الى رجالات نستوردها من الخارج كي يملوا اجنداتهم علينا يا سيد الكريم يا سيد اسماعيل يا سيد اسماعيل هي رجال اذا كل الحكومة العراقية بيد قاسم سليمان والخمين وما الى ذلك كل العراق بيدهم الان هذا 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 عار 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 سيلاحق جميع السياسيين جميع السياسيين سنة شيعة كردا بكل طوائفهم بكل مللهم عار عليهم وسيذكرهم التاريخ ويلعنهم التاريخ بانهم جاءوا برجالات ليسوا عراقيين يريدون ان يشقوا صف العراق وحدة الصف ويمزقوا نسيجه ولكن للأسف الشديد هناك من يطبل لايران وهناك من يطبل لتركيا وهناك من يطبل لسعودية ونحن واليوم العراق انا اعتبر العراق اليوم هو خارج الايران ومن قبل الولايات المتحدة الامريكية اما العراقيين المغلوبين على امرهم والمغرر بهم والذين هم محتجزون هم مجرد يصفقون ويهلهلون للأدوات الضاقطة عليهم اليوم نحن نقاتل الارهاب نعم ويجب ان نوحص صفنا ولكن ان تأتينا ارادة خارجية من الخارج هي التي تملي علينا شروطها وتملي علينا اجنداتها وبنفس الوقت تمزق الصف الوطني هذا ما لا نرضاه ماذا سنقول للحكومات الاخرى عندما يأتونا بعوامل اخرى وبجيوز اخرى يقولون تعالوا دافعوا عنا اخل العراق من الرجالات حتى نسمح لسليماني وستفيد السعودي وغيروا ان يقاتلوا عنا كل عامل خارجي او ليس محدد بالعراق استاذي ما بدأت نتحدث عن واحد خارج العراق نتحدث عن النجيفي استاذ كريم النوري النجيفي حمل مسؤولية ما يحدث من هذه الانتهاكات لحكومة العبادي معا حق ام لا اولا انا بحقيقة ما كنت اتمنى ان تدخل في هذه التصليحات السياسية ربما نقدر احراج السيد النجيفي احراجه الشديد لانه لن يشارك في انقاذ اهله سواء في الموصل او في الفلوجة لذلك بدلا من هذا الكلام الذي يريد ان يعبر عن اعتذاره بطريقة عملية اتمنى ان يكون متواجدا معنا حتى على الاقل يتابع ويراقب ويحاسب اما اقول بصراحة لا يمكن ان نقلل من شأن الانتصار الكبير داعش يهدد العالم يهدد الانسان لا يمكن ان نقلل من هذا الشأن استاذ كريم انا معك انا معك اخي النصر عراقي انا استاذ كريم ان شاء الله النصر عراقي احنا ضد داعش معكم لا استاذ كريم استاذ كريم الموضوع مش موضوع انه قضيته على داعش ولم تقضوا على داعش الموضوع بما فيها المدنيين العزل اهالي السنة اللي بالفلوجة اللي طلعت القيادات واتحدت بانها من باع الارهاب يا اخي الفلوجة فلوجة عراقية هي الفلوجة من باكستان فلوجة عراقية هذه نقطة نقطة ثانية انت تعلم جيدة بان الفلوجة هي ثأر للايرانيين اليس كذلك ثأر للامريكيين اليس كذلك فيها رجال الفلوجة ولا ما فيها رجال الفلوجة استاذ كريم دعوا اهل الرجال الفلوجة وشوفوا النصر بتجيب للايرانيين ليش فضل جيد والله والله لا يمكن أن نزج الإيرانيين لحسابات ربما طائفية في معركة قاد أهلنا في الفلوجة أولا بصراحة أقول أبناء الفلوجة يعانون الترويع والتجوع والظلم لا نظلم أبناء الفلوجة مرتين مرة عندما كانوا ضحايا مخطوفين وأسرى بها الداعش واليوم عندما نحاول زج المزايدات الطائفية بحقيقة بقضية أبناء الفلوجة وبالتالي سنجعلهم يحتمون بداعش وداعش لا يحمي نفسه رجاءً ارحموا أبناء الفلوجة دعونا في القادم رجاءً هذه الكلام صدق لبالله أستاذ كريم ماشي ماشي صدقناه انتوا رحموهم هناك من يقول يا أستاذ كريم انتوا رحموهم تعالوا معنا تعالوا معنا والله في قلوبنا ماشي أستاذ كريم والله نضحي بأنفسنا من أجيهم صحيح موجودة صورة نمر النمر موجودة هناك ليش شو دخل هذا الصورة والله ما بعد هاي التصرفات اللي تمارسها التصرفات اللي تمارس من قبل من قبل محسوبين على الحجد الشعبي التصرفات التصرفات الخاطئة اللي تعكس واللي تسلم خلينا نقول مكانة الحجد الشعبي من يضبطها من المسيطر عليها أستاذ كريم طيب هذا سؤال صحيح اليوم وزارة خارجية وزارة خارجية الأمريكية اليوم قلقة الأمم المتحدة قلقة المنظمات المجتمع المدني قلقة من يا أستاذ اسماعيل الأفلام وصورة تعرض انتهاءات لم يكن لحشي Velak conversations المتحدة من المتحدة الأمريكية هل هي اللي بتخصفهم من السماء يا أستاذ كريم هي قلقة لولايات المتحدة الأمريكية تحال في الدولة مي بيخصفها يا قريب طيب تفضل أستاذ كريم أجب على هذا السؤال فضل أولا قبل ساعة الصفر هناك نائبة في اتحاد القوى السيدة لقاء وردي بدأت بصراق قالت هناك انتهاكات والعمل لم تبدأ إذن القضية رجاءا رجاءا لا توحوا لأبناء الفلوجة بأن هناك عبادة لهم حتى يحشروا أنفسهم مع داعش هذا ظلم كبير داعش لا يحمي نفسه فكيف يحمي الآخرين رجاءا دعونا أن نتكلم بخطاب بطني إذا كان هناك مسيء فهو يسيء لنا ويخلق الجازات مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين هذه مسؤولية الحكومة أنت قدمت المساكل العسكرية سيد كريم عن وقتها أنتم مسؤولون عن حياة المدنيين سيد الكريم أنتم مسؤولون عن حياة المدنيين وعراقين ونتمنى ذلك نتمنى ذلك يا أستاذ إسماعيل بس سؤال سؤال واحد يعني واحد توجه لي بهذا السؤال وأصر عندما علم بأن الأستاذ كريم ضيفي في الحلقة قال يا ريت تطلح لهذا السؤال هو شاب من العراق يعني عراقي قال يا أخي الحجد الشعبي بتحدث وأنهم ذاهبون لحماية المدنيين على عينه على رأسه طيب ليش تطلع القيادات الشيعية في العراق وبتحدث أنه الإرهاب أنه الفلوجة من بع الإرهاب اقتلوهم دمروهم شردوهم اقصفوا مساجدهم خلينا أكمل لك يا أستاذ كريم الله يرحم والديك بس خلينا أكمل لك السؤال هذا الرجل هيك بتحدث بعثنا بالصور بالفيديوهات صور مدفعية بتحدث إذا هؤلاء عراقيين وجايين يحرروا الفلوجة من داعش وخلوا السنة هم موجودين فيها ليش بحطوا صور المرجعيات الشيعية ويظهروا لأهالي الفلوجة بأنه الموضوع موضوع انتقام يتحدث نفسه يقول أنا ابن الفلوجة وأقول لكل هذه الميليشيات نحن أهل الفلوجة هم يعرفون ما معنى هذه الكلمة أنا والله ما بعرفها تفضل أستاذ كريم شو يعني أهل الفلوجة أولا عندما نؤكد بأن داعش قد سيطر على الفلوجة ونريد إخراجه لا نريد الإساءة لأهلها وأنا شاهدت معاناتهم ثانيا إذا كان هناك مقاتل يضع صورة النمر أو هوش منا جفارة على المدرعة تصرف شخصي وأما قضية الإعلام هناك تصرف شخصي تصرف شخصي من يقبل هذا تصرف شخصي من يقبل هذا تصرف شخصي صورة هذا تصرف شخصي سأس كريم هذا تصرف شخصي كيف ما خلق المصورة يأججي النعرات الطائفية التي نريد أن نمقتها لا صحيح صحيح هناك مكافأة الإرهاب له علم علم خاص وكذلك الاتحادية وكذلك الرد السريع جهاز مكافأة الإرهاب لديهم علم خاص مع العلم العراقي ليس مشكلة إعلام أو صورة هنا أو صورة هناك أخي لدينا الآن مشكلة كبيرة لدينا أهالي مخطوفين بيد داعش يا أستاذ كريم يا أستاذ كريم أشكر معاناتهم أستاذ كريم إذا أنت المتحدث أنا لبرح يمو ما هو أنت المتحدث إذا المتحدث بإسمهم بقول هذه عبارة عن أمور شخصية معناته هي مش منظمة فبالتالي كل من حارته بإيده بتسمع بهذا المدل لا لا يا أخي خلال الصورة معناها ماكو ضابط عليها ماكو ضابط عليها ماكو ضابط عليها بدليل هيك شكل الله بدليل بدليل أكو ناس خارج إطار المؤسسة العسكرية لم يتلقوا تدريباتهم على يد خبراء سواء كانوا عراقيين أو لنقول إيرانيين أو أمريكيين جاءوا يعني مع تسيطي العمامة التي توضع هي عمامة رسول الله توضع على رؤوسهم ولكن ما جدوى وجودهم في ساحة قتال ساحة قتال ويثيرون نعرات طائفية ويتحدثون بلغة بائسة كيف تسمحون لهم أن يمزقوا هذه وحدة الصف أنتم تريدون أن تخرجوا داعش ولكن تصرفات الغير صحيحة من قبل الذين يتحدثون باسم الحجر الشعبي والميليشيات هم وجهين لعملة واحدة لداعش أستاذ كريم تعليق أخير لا ليس صحيحا أولا نحن الآن في مواجهة داعش عدو غاشم ظلم أبناء الفلوجة قبل أن يظلم غيرهم لذلك أرجو أن لا نصرف العملية الأساسية نصرف الأنظار والتوجهات عن المعركة الأساسية ونتكلم بكلام آخر صدقني نحن لا نحتاج إلى أي مقاتل أجنبي لدينا عدد فائض من مقاتل حج الشعب القوات الأمنية لذلك رجاء دعونا نشترك جميعا بإنقاذ أبناء أهليا إذا كان هناك مجرم أستاذ كريم ما جدوى وجود الإيرانيين على ساحة الفلوجة ما جدوى وجود الإيرانيين على ساحة الفلوجة إذا كان لديكم فأضياء سيد الكريم أمير السادي أستاذ كريم أستاذ إسماعيل ضيفاء الكريمان يعني إذا فتحنا هذا الموضوع بالتفاصيل لن ننتهي منه على ما يبدو لكن رغم ذلك كل أسبوع لا يوجد هناك أي تحقيق على الأرض على الفلوجة والقراءة عسكرية ربما هناك بعض القرى وحصار وما إلى ذلك ولذي يتفع الثمن أبناء العراق جميعا أبناء العراق جميعا ربما أختم بالرسالة التي وصلتني عندما يقول نحن أبناء الفلوجة والعراقيون يعلمون من هي الفلوجة شكرا لك أستاذ كريم النور المتحدث باسم الحجد الشعبي ضيفي من بغداد شكرا لك أستاذ إسماعيل الجنابي الكاتم وحل السياسي ضيفي من عمان أيها الأفاضل ألقاكم يوم الغد في ذات التوقيت فإلى حين دمتم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة